نظم طلاب جامعة تعز وقفات احتجاجية في كلية الآداب وكلية الحقوق ودعماً للمظاهرات المؤيدة لفلسطين في الجامعة الأمريكية والأوروبية وندد طلاب تعز بالقمع الذي يتعرض له طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية بسبب موقفهم الدعم لفلسطين والرافض لدعم إسرائيل في حربه على غزة وفي بيان صادر عن وقفة طلاب كلية الآداب أكد الطلاب على وقوفهم يا جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال داعين المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف العدوان الإسرائيلي كما طالبها البيان بمحاسبة الدول الغربية التي تمارس القمع ضد طلاب الجامعات المتضامنين مع القضية الفلسطينية نحن نحاول قدر الاستطاعة بأن نكون فاعلين ولو بالكلمة فنحن لم نستطع أن ننصر غزة بأكثر من الكلمة ونؤدي دورنا بهذا المقال الذي إن شاء الله نوصل به رسالتنا للعالم خرجنا اليوم بوقفة احتقاقية مع طلاب جامعة التعز هنا علشان نوري العالم والحكام العرب بأن فلسطين ليست ترند وإنما قضية قضية اجتماعية قضية إسلامية ونحن واقفين معهم ومساندين هذه الأطفال الذين يقتلوا بالآلاف باليوم يقتلوا بالآلاف نرقنا في هذا اليوم الكبير مع إخواننا الطلاب في هذه الوقفة المتواضعة لنره للعالم بأن غزة هي بوصلة الأمة وهي من عادت الأمة الإسلامية أمجادها عبر التاريخ ولنره للعالم بأن أطفال غزة هؤلاء الأشلاء المتناثرة في الشوارع وفي الأماكن بأنها ستكون شعلة في قلوب الناس المؤمنين الصادقين لتكون عليهم مصمة عار على جميع المرة وعلى كل التاريخ وفي الأجيال المتعاقبة عن الله تعالى نرقنا اليوم هذه تظاهر وقفة احتقاقية مع غزة طبعا قمنا بما كل ما نستطيع به الطلاب والطالبات وقمع وقفة احتقاقية تضامن مع إخواننا في غزة استنكر عدد من الطلاب الجامعتين في تعز البطسة الذي يتعرض له طلاب الجامعات الأمريكية داعين إلى المزيد من المظاهرات الغاضبة في كل الدول العربية والإسلامية دعما لغزة وتنديدا بجرائم إسرائيل خرجنا اليوم لاتضامن مع الشعب الفلسطيني والمناصرة الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل الاحتلال أو الكائن الصهيوني وكذلك خرجنا نتضامن مع ما تعرض له طلاب جامعات الأمريكية من تقييد الحريات واعتقالات وإذ ندين ونشق بهذه الاعتقالات التي تعرض لها طلاب أمريكا الحرار الذين وقفوا مع الإنسانية ومن أجل الإنسانية ضد الإبادة الجامعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني طبعا اليوم نحن طلاب كلية الآداب خرجنا في هذه الوقفة التمضامنية لما نراه من حرب وجرائم وقصف فلسطين وكما رأينا في أمريكا بأن الطلاب الجامعيين وقفوا وقفة احتجاجية مع فلسطين مناصرة لفلسطين فقامت أمريكا بمنع مستحقاتهم ونحن لدينا حس ولدينا مخوة في شعبنا الفلسطيني كما نعاني من الحصار في مدينة تتعز ومن قطع الطرقات نحن نحس بحصار غزة ونحس بما ينتهكون من حقوق لدى الشعب الفلسطيني فعلينا أن نقف وقفة احتجاجية من لم يجاهد بدمه فليجاهد بوقفاته وبجهدي المالي مع الشعب الفلسطيني خروجنا اليوم عملنا وقفة تضامنية مع إخواننا في غزة خروجنا اليوم يعاد فرض واقب على كل عربي وعلى كل مسلم بالنسبة لنا قلاب القامعات نقول لهم يجب أن نقف صفا واحدا وكلمة واحدة إلى جانب إخواننا في قطاع غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية والتنكيل من قبل الصهينة الإسرائيليين ترجمة نانسي قنقر